في عنوين هذه النشرة الراعي الجمود الحكومي السائد هو جريمة بحق الوطن والشعب هل تنجح فرنسا بجمع اللبنانيين في مؤتمر بباريس تخوف اسرائيلي من توسيع رقعة العمليات والتوغل بريا الثانية والربع بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb وصفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر البداية من كلام البطريارك الماروني الكاردينال مارب شرابوترس الراعي الذي دع المعنيين بتشكيل الحكومة إلى تحريك مفاوضات التشكيل فالجمود السائد هو جريمة بحق الوطن والشعب نطالب الدولة بدعم القطاع الزراعي لكونه قطاعا أساسيا في الاقتصاد الوطني وإعادة النظر بالاتفاقيات بهدف فتح الأسواق أمام الانتاج الزراعي اللبناني وتحسين سبول عيش المزارعين والمنتجين وزيادة الطاقة الانتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية بالشكل العلمي لا نقبل بتاتا المس بإحتياطي المصرف المركزي لكي لا تطير ودائع المواطنين لا نقبل بتاتا أن تبقى المعابر البرية الحدودية مركزا دوليا للتهريب والمطار والمرفأ ممرين للهبر الموصوف لا نقبل بتاتا أن يستمر الفساد في أسواق الطاقة والكهرباء ويدخل لبنان عصر العتم إن بعض المسؤولين عن تأليف الحكومة يتركون شعورا بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم وكأنهم ينتظرون تطورات إقليمية ودولية فيما الحل هو في اللقاء وفي الإرادة الوطنية أي تطورات أخطر من هذه التي تحصل حولنا الآن إن المرحلة تتطلب الاتلاع بالمسؤولية ومواجهة التحديات وتذليلها لا الحروب منها وتركها تتفاقم بل كلما ازدادت السعوبات كلما استدعت تصميما إضافيا عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أكد عبر الوتي في وجود مفاوضات في الكواليس من أجل عقد مؤتمر لبناني بدعوة فرنسية في باريس متحدثا عن الشأن الحكومي أنا برجع موضوع التعطيل يعني اللي قاله اللي اتهمنا فيه يعني أنه بالوائع الأستاذ حميدي أنا بقول أنه بالوائع أول شيء خلال نطرح شوي المواقع السياسية اللي نحن فيها هناك موقع رئيس الجمهوري وهناك موقع رئيس الحكومي واللي شيء عم بصير حليا كأنه نحن ببلد فيدرالية الطواقف هو مضبوط هي فيدرالية الطواقف يعني أنه هالطائفة بدها هيك وروح بلدة البحر هين عم يسير وهالطائفة بدها هيك وبش عايش بك بلدة البحر هايت بش دولة هايت بش حياة بش حياة ما فينا نحن نطبقها على حلول وعلى دولة وليس هناك اللي عم يبين حريا من رجل دولة لحتى عم يتعاطى مع هالأمر أنت اليوم رئيس مكلف طيب معقولي أنه اليوم مع كل احترامنا وتقديرنا للرئيس سعاد الحريري يقين احنا ما طلبنا أنا شخصيا يكون عم يقول أنه مراد فليعتذر إذا ما نقادر شخصيا مش كحزب بس ولكن الحزبة عم بيقلك اليوم شكل آخر اجتماع التكتل شكل يا دولة الرئيس شكل الحكومة نحنا من ريد لكن شكلها للحكومة مش عم تدفعوا للاعتذار بشكل غير لا يعني يمكن فيه على سعيد بعض النواب بعض النواب بس هدا رأيهم الشخصة يعني أنا طبيعي ومن هيك أنه عم برجع بطرح الموضوع من عندك من البلاتون من هون وبرجع بقول أنه اليوم أنت رئيس حكومة بغض النظر عن سنية الموقع أو عن هونيك مرونية الموقع واللي بدك إيه أنا عم بقول أنه بالوقع أنه إذا كان أنت تكلفت طيب إلى أي متى ما بتطرح لحالك السؤال إلى أي متى أنا بعضت لليوم الدولة يا خي أنا عم بقول لك ما تعمل شي ضد ضميرك بس ولكن إذا كنت هالمسلك ما فيك تعمله مرسي خلي حدا غير يألف أنتوا بتكون أو بتتفهم يا خي ما فيه كيميا تنقل تنقل فرضية ما فيه كيميا بينه بين فخيمة رئيس الجمهوري ما يكمل شوال مشكلة هيدا انتقاس من حق الطايف السنية بتكون أكيد لا أكيد أنه منا انتقاس رسالة خطية من رئيس الجمهورية أليماد ميشيل عون إلى نظره الفرنسي أمانويل مكروم ماذا في تفاصيلها وهل من كلمة مرتقبة للرئيس عون لللبنانيين لا شك أن فرنسا منذ زمن طويل تلعب دورا في الحياة اللبنانية سياسيا تربويا ثقافيا اجتماعيا وفي الفترة الأخيرة وتحديدا بعد انفجار المرفأ في أربع آب دخلت باريس بقوة إلى عمق الساحة اللبنانية تحت عنوان المبادرة الفرنسية زيارتان للرئيس الفرنسي إمانويل مكرون والثالثة كانت على الطريق لكنها لم تنجز وأخرى كانت على عاطق وزير الخارجية الفرنسية جانيف لودريان وفي بعض الأوقات الموفد الرئاسي باتريك دوريل كان يتسلم المهمة إنما كل هذه الزيارات واللقاءات والاتصالات لم تنجح أقله بخرق الجدار الحكومي تضع فرنسا اللوم على السياسيين اللبنانيين وهي لوحت بعقوبات بحق بعضهم وهذا كان محور الزيارة الأخيرة للودريان التي وصفها البعض بالفاشلة والتي خففت من وطأة الوهج الفرنسي على حد تعبيرهم بالأمس كانت الرسالة فرنسية أما اليوم فاختلف الوضع والرسالة كانت من لبنان إلى فرنسا حيث سلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون السفيرة الفرنسية في لبنان أنجريو رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول العلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات الأخيرة من رئيس إلى رئيس وجهت الرسالة التي أصبحت ملكا للرئيس الفرنسي بحسب مصدر معنية إذ وفق التقاليد الرئاسية لا يفصح المضمونها طالما أصبحت ملك الموجه إليه يعني الرئيس الفرنسي وأن أفصح هو عنها يأتي التعليق وفي معلومات الأوتيفي أنه بشكل عام من المفترض أن تكون العنوين العريضة للرسالة أولا الحديث عن المصالح المشتركة وحرص لبنان عليها مع تقدير الرئيس عون للدور الفرنسي المبادر إلى الإنقاذ كما عنوان شروط الإصلاح والإنقاذ وطبعا الحرص على الدستور والمثاق فيما يختص أليات إنشاء السلطات وغيرها من الأمور في هذا الإطار وفيما كانت رسالة لبنانية بحت في طريقها من قصر بعبدأ إلى الإليزي تم تداول بأخبار عن رسالة من الرئيس عون إلى اللبنانيين للحديث عن آخر المستجدات معلومات الأوتيفي تنفي هذا الأمر وتؤكد أنه غير مرتقب وليس متوقعا حتى الساعة وتضيف مصادر مواكبة أن رئيس عون وكما عادته عندما يرى أن الأمر مناسب يتوجه إلى اللبنانيين بكلمة يضع فيها النقاط على الحروف في كل الميادين وبالتوازي يشير مصدر مطلع إلى أن الأسبوع المقبل يمكن أن يتحدد شيء ما بموضوع الحكومة والشكل الذي يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذه في ضوء ما قد يستجد خلال هذه الأيام خصوصا على وقع الكلام الأخير الذي تنقلته وسائل الإعلام عن تولي رئيس كتلة لئاسة الحكومة والذي سرعان ما توقف الحديث عنه هل نشهد الأسبوع المقبل تقنينا جديدا للمحروقات أم أن الأزمة انتهت؟ أستاذ أبو شائر اليوم فينا نطمن المواطن أنه فرجت الأزمة بكرة في تسليم مادة البنزين نحن من أسبوع الماضي بلشنا نطمن لأنه عارفين شو فيه كان فيه بواخر واقف بالبحر صار تدخل شخصيا من قبل السراي من قبل قصر الجمهوري بالموضوع وبلشت البواخر بالتفريغ وفي بعض شركات مشكورة أحكيك بكل صراحة بعض شركات سلمت وفتحت سبطه أحد أسبوع الماضي والأسبوع هذا كذلك الأمر بفترة العيد أخذوا أذنات وفتحوا كرمال يتأمن السوق بس السوق عطشان وسبب اليوم العطش الموجود بالسوق هو الدعية اللي طلعت بموضوع رفع الدعم المواطن قلقين قلقيني كتير ومثل ما أنت شايف هلأ كل السيارات اللي عبتكون على المحطات مكسيم وأكثر سيارة عبتأخذوا بـ 30 ألف في منوها بيأخذوا بـ 20 ألف يعني ما السيارات عبتكون فاضي بس لأنه المواطن خايفين عبتدل مفول سيارته وقال الله يعين الناس لأنه موضوع رفع الدعم اليوم الدعية اللي طلعت دعية بالنسبة لإلنا منا صحيحة ولا يمكن بضل هذا الوضع المسؤولين المخلصين بها البلد يأخذوا هالقرار لأنه هذا القرار إذا اتخذ رايحين للمشهول شو رفع دعم شو بتقولي رفع دعم اليوم الدولار بـ 1514 الدولة عبتدعم 85% ولا 90% كيف ترفع الدعم على أي سعر في مشكلة هذه بدة دراسي معمقة هذا الموضوع من قبل المسؤولين عدتوا مع المسؤولين أنت تشوفوا في حال نجبرنا نرفع الدعم شو الخطة في خطة اليوم لدعم المواطن بطاقات شوية مساعدة يعني كيف في الصورة بحكيك بكل صراحة رأي دولة الرئيس دياب وأنا شخصيا سألته قل موضوع المحروقات خط أحمر يعني ما راح نقدر نتجه لرفع دعم إذا ما فيه شي بديل بهذا الموضوع وأنا عرفت شو نفسه دولة الرئيس دياب بالوضع اليوم اللي عبي مر في البلد وضع الاقتصادي ونحنا كذلك الأمر كم وزعين وكم حطاب الله يخليك نحنا منقول بكل صراحة إذا ما فيه ثقف لسعر الدولار ما عملنا شي بالبلد أهم شي يكون فيه ثقف لسعر الدولار لأنه اليوم إذا ما فيه ثقف للدولار ما منعرف الدولار لو أم تجه طيب إذا هلأ نحنا خففنا الدعم من 85 عملنا 50 50 نحن من ما نقامل دولار ما فيه دولار بالأسواق لنشوف وضع المنصة لنشوف شو بدي يصير بالمستقبل نرجع هاي القرار تأخذوا الدولة اللبنانية نحنا ما ننتابع هذا الموضوع بس نحنا منحذر من رفع الدعم إذا ما كان فيه دراسة معمّقة للموضوع اليوم شفنا بعض الشركات وشركات عريقة بلبنان بوقت فيه محطات بعدها عم بتعبّ ولو بتقنين لجأت لأنها ترفع خراطيمة علماً أنه هي على كافة الأراضي اللبنانية برأيك فيه بعض الشركات ساهمت بهذه الأزمة أو جربت أن تشارك لغيات معينة بالأزمة نحنا برجع بكلّك مشكلة أصابيع دايك مثل بعضهم فيه شركات عملت لعليا فيه شركات ما سلمت فترة خمسة أيام ونحنا بنعرفهم بالإسم مين ما سلم ليش ما بعرف فيه شركات ما كان عنده بواخر وصلت البواخر فرغت لبضاعة وسلمت ماشي الحال هلق الموضوع تعالج ومن نجرب نعالجه أكتر بالمستقبل إن شاء الله وكمان فيه محطات أوادي من نضربهم تحية فيه محطات لا كذلك الأمر ساهمه ببعض المناطق فيه محطات ساهمه وما بقف فيه الأمور واضحة بس صعب المحطة الأدمي أعطوه المظلوم الاعتماد عدا بضيّننا هلّا هلق فينا نأكد أنه بفترة قريبة ما فيه أزمات فيه تقنين نعم فيه تقنين لأنه مش مثل ما بيطلب صعب المحطة اليوم الشركة رح تعطيه ومش مثل ما بيطلب الزبون صعب المحطة رح يعطيه إذا جاب جلونات ممنوع تعبيل جلونات مثل ما أنتم شايفين خلاه ما نعبي جلونات سيارتك مقطوعة من عبيلك بالجلونات عشر تلاف أنا ماني مضطر عبيلك جلونات لاتيخدهم وتخزنهم خايفين من الغلا لأنه أنا صعب محطة عبيتل لك جلونات نحن نرجع نجيب هذه البنزينات هايك لازم نعرف كلنا كل أصحاب المحطات نعتمدين هالطريقة النشرة مستمرة بعد الفاصل تطورات فلسطين تتسارع وخارجها مؤشرات تتوال هل تتسع رقعة المواجهات على أكثر من جبهة وكيف ستنعكس معركة سيف القدس على لبنان ننسي صعب أطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلاق الصواريخ من سوريا تظاهرات على الحدود الأردنية الفلسطينية تظاهرات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية واستشهاد شاب برصاص العدو الإسرائيلي تسلسل بسيط من أخبار صارت يومية وتفرض سؤالا وحيدا هل تتسع المواجهات من فلسطين التاريخية إلى حرب شاملة كل الجبهات حتى لا يضيع الصراع في إطار إقليمي وإطار دولي يحقق للعدو أهدافه أعتقد أن المقاومة بسدد تمسك بالعنوان الرئيسي وهو القضية الفلسطينية وعدم تشتيت الجهد وعدم تشتيت الصراع أيضا من مصلحة العدو الإسرائيلي أن لا يوسع الدائرة من جهة أسكرية إذا كان من جهة سياسية واستراتيجية مصلحته في أن يجعل من الصراع صراعا إقليميا ودوليا تغرق فيه القضية الفلسطينية فإنه من الوجهة العسكرية والوجهة الاستراتيجية ليس من مصلحته ذلك خاصة أنه هو يعتمد مبدأ تثبيت الجبهات والعمل على جبهة واحدة محور المقاومة إذن يريد إعادة اللمعان للقضية الفلسطينية أما إسرائيل فيبدو أن رهاناتها على قوتها قد سقطت قبة حديدية كسرتها المنظومة الصاريخية التي أصابت تل أبيب أكبر مناورة في تاريخ الجيش الإسرائيلي تتوقف في بدايتها ويسقط معها مشروع ضربة تدميرية للبنان وسوريا كانت مخططة بانتهائها استحالة القيام بأي عملية تدخل بري فضحها إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية في قطاع غزة قبل أن ينفيها تحت حجة مشكلة تواصل داخلية جنرالات يتحدثون عن مواجهة تحصل مع حماس تساوي عشر قدرة حزب الله وتخبط إسرائيلي عن مآل أي مواجهة مع حزب الله وخسائر بمئات ملايين الدولارات يوميا لن تقدر إسرائيل على تحملها فترة طويلة بين الأعداء مصلحة واحدة إذن عدم توسيع جبهة المواجهة في الجانب الإسرائيلي سقوط هيبة دولة أقوى جيش في المنطقة هو السبب أما محور المقاومة فقادر لكن للحرب الشاملة توقيتها هذا المحور استطاع أن يواجه الحرب الكونية على سوريا وأن ينتصر في مواجهة 130 دولة اشتركت في الحرب الكونية بشكل مادي أو شكل معنوي أو سياسي وخرج محور المقاومة منتصرا وعلى هذا الأساس نحن نقود محور المقاومة قادر على الحرب الشاملة لكن ليس في مصلحتي وليس في أولوياتي الآن فتح هذه الحرب عملية سيف القدس تكلف غاليا بشريا وماديا لكنها قدت على صفقة القرن التي أريد منها تحويل الأردن إلى وطن بديل وتوطين اللاجئين في لبنان وصريقة الحقوق اللبنانية السيادية حدودا ونفطا وغازا وتطويع سوريا والتي على أساسها هارع كثير من العرب تطبيعا وتعاونا مع إسرائيل البركان الفلسطيني الذي تفجر اليوم في هذه الثورة المباركة دفن صفقة القرن وبدفن صفقة القرن تخلصت الدول المحيطة بفلسطين من الأعباء السلبية لهذه الصفقة اليوم التطبيع لم يعد له معنى صفقة القرن لا يمكن لأحد أن يتمسك بها عاد الحديث الأمريكي للقول بحق الفلسطينيين وحق الإسرائيليين بالوجود الآمن وهذه لغة لم نكن نسمعها فبالتالي نحن اليوم أمام انقلاب استراتيجي كبير في المشهد في أذار 2019 زار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو لبنان ليعلن من كليمانسو بداية ترجمة صفقة القرن في لبنان بخطة من خمسة آراحل انهيار اقتصادي فانهيار اقتصادي فمالي نقدي لتأتي في المرحلة الرابعة الفوضى العارمة قبل الضربة الأخيرة التي كان مخططا أن تكون اشتياحا تدميريا للبنان لكن تطورات فلسطين التاريخية أسقطت المشروع أيضا يقول حطيت الآن الأمر تغير لبنان صحيح نفذ فيه ثلاث عناصر من خطة بومبيو لكن العناصر العنصرين الأساسيين أي الفوضى والانهيار والأمني والاشتياح الإسرائيلي أصبح مستبعدا في هذه الأفناء لذلك نحن نعتقد أن لبنان سيطاله نصيب إيجابي من مفاعيل ما يحصل في فلسطين الآن وخطط ومؤامرات كانت تستهدف لبنان أعتقد أنه ستطوى مما لا شك فيه أن عملية سيف القدس بالدقة التي تنفذ بها وتنظيمها بدلت موازين القوى في المنطقة كانت إسرائيل تدير الصراع فتحولت اليوم طرفا فيه وكانت تستقوي وتفرض شروطها في التفاوض لكنها اليوم ستوضع لأول مرة في تاريخها في موقف القبول بالشروط وربما يقرأ الأمر من تحول في الموقف الأمريكي عبر عنه صراحة المرشح الديمقراطي السابق السناتر بيرني ساندرز في مقاله في نيويورك تايمز مختصرا على الولايات المتحدة أن تتوقف عن كونها المدافعة عن حكومة نتنياهو المزيد من الأخبار بعد الفاصل مواقع إلكترونية إسرائيلية تكشف كواليس التصعيد الأخير وتشدد على خوف إسرائيلي من توغل بري يطالب مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على قطع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار ويرجعون الأمر إلى أن استمرار المعركة قد يجر إسرائيل إلى صراع أوسع يقتضي هجوما بريا على القطع وهو أمر لا تتمناه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقال موقع والى الإخباري الإسرائيلي إنه بينما يتحد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع بن جانس ظاهريا في عزمهما على مواصلة قصف غزة إلى أن يتوقف قصف صواريخ المقاومة فإن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يقولون في محادثات مغلقة إن من الصواب السعي الآن لإنهاء العملية وتوصل إلى وقف لإطلاق النار وأضف الموقع استنادا إلى قادة عسكريين لم يسمهم أن إسرائيل تدفع ثمن استمرار العملية وقد تخاطر بمناورة برية لا يريد أحد دخولها ولفت الموقع إلى أن هناك خوفا في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من بروز مفاجأة من حركة المقاومة الإسلامية حماس بطريقة تتطلب ردا بمناورة برية وقال مسؤولون عسكريون أن فعالية الهجمات الإسرائيلية في غزة قد انخفضت وذكر موقع ولا أن حجم الصواريخ التي دخلت بها حركة حماس المعركة هو قرابة 14 ألف صاروخ بما يسمح لها بإطلاق الصواريخ مدة 60 يوما والسنادا إلى المصادر ذكر الموقع الإسرائيلي أن محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحماس نجح في فرض معادلة جديدة على إسرائيل بعد أن قرر إطلاق صواريخ على كل منطقة يمكن أن تبلغها في جميع أنحاء إسرائيل وفي سياق نفسه ذكر موقع جيرزالين بوست الإسرائيلي أن مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع يضغطون على نيتانياهو ووزير الدفاع جانس للعمل على إبرام وقفا لإطلاق النار ينهي الهجوم الإسرائيلي على غزة ويتخوف هؤلاء المسؤولون من أن استمرار القصف قد يؤدي إلى ارتكاب خطأ سيجور تل أبيب إلى معركة أوسع تتضمن هجوما بريا على غزة وهو أمر غير مرغوب داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأضاف الموقع الإسرائيلي أن هؤلاء المسؤولين العسكريين يعتمدون في دعوتهم لتوصل إلى وقف لإطلاق النار على تقييم عسكري بأن إسرائيل حققت أهدافها من قصف مواقع داخل قطع غزة وخصوصا استهداف قادة حماس وذراعها العسكري والبنية التحتية لكتائب القصام إلى ذلك أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه تم أطلاق نحوت للتلف صاروخ من غزة في اتجاه إسرائيل منذ الاثنين نقلت وكالة روترز للأنباء عن البابا فرانسيس دعوته إلى وقف القتال الذي يحصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية من جهة أخرى أشار البابا في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جميعنا مسؤولون عن الاتصالات التي نجريها وعن المعلومات التي نقدمها وعن التحكم الذي يمكننا أن نمارسه معا على الأخبار الكاذبة وكشفها جميع المدعوون لنكون شهودا للحقيقة لنذهب ونرى ونشارك إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة ولكن للمزيد تابعوا الوتيفي دوما عبر انستغرام فيسبوك تويتر وموقع otv.com.lb إلى اللقاء